اشتركوا في القناة عندنا عرس نشريوا الدبيحة ونضبحوا ونفرقوا الحمهة على الفقارة كلها قسمشي هيبة نحتافلوا الدروش ونشريوا الحويجة لولادنا والولاد الفقارة ونشريوا الحلوى ونقولوا لهم هاد نهار هادا بديت هاد نهار هادا بديت ميلاد سيدنا رسول الله كيسوا عندنا احنا المغربة وعدنا مسلم كيسوا هاد نهار هادا فهذا كنهار توفى سيدنا رسول ماذا رحمة الله سيدنا ابو بكر كان في دعاء وكان في صلاة كيتمنى يموت يوم الاثنين لانك يحب سيدنا رسول فكيتمنى يموت يوم الاثنين تبركا بحب سيدنا رسول الله ولا حبا في الموت بغاية المنطق نعطوك المنطق لك تمو المنطق واجه يتفرج المنطق صاروخ يفرج عليكم اخوك وسيدنا ابو بكر مالك يطلب يموت يوم الاثنين واذا حبا في الموت وإحنا أمة ولا تتمنى الموت نرى أمو ما كانتمنى الموت ما كانتطلبوش الموت ما كانتحروش وصول العلماء على مقام الذي يتمنى الموت إلا في الدعاء والذي تضيق عليك الأمور والأحوال كنقوله صدي ربي يا ربي إلا كان خير في محيايا فاصلح لي حياتي وإلا كان خير في ماماتي فعجل بموتي يعني إذا كان القرار يرجع له هو مشي لك تغل لغاك تطلب لدقت بيك الأمور وعليك شي ديون وعليك شي مصائب وما بقيت عندك شي في جوة فين تعيش كنتمشي لك تستفرد مولك فحل البلاصة وكتقول له يا ربي يا ربي أنا ديالك أنا راه هذه الحياة ما أبقى عندي فيها ميندوز راه أني حصلت إلا كان ربي خير فأنني نبقى حي وانت اللي علم فين هو الخير ليا والمستقبل ليا لم أصلح لي هذه الحياة ونبقيتش قادر وإلا كان ستدربي ما فيش خير نبقى حي وغنقدي الناس وغنقدي الناس وغنقدي نخربك وغنرون يا ربي المعجل ما ماتيد يجي عندك بعد أن تهنى ولكن ما كانت بيش شرب السم يفتح لنا باب من جوج أبواب باب الحياة أو باب الموت أما إحنا لا نتمنى الموت ثانيا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نشهر الحزن فإحنا عندنا سنيين منبود ومكروه نواح ونديب من لك يموت يواحن لا نشهر كان حزنه الصمت فليهذا كنقوله مات فلان العين تدمع قلبي حزن ولا نقول إلا ما يرضي الله ثانيا من لك يموت المية عندنا نحن السنيين كان طيبوش طام كان دمحوش الدبيح كان ديرو التحاج يضيبو الجيران منبود عندنا السنيين أنك دمح الدبيحة لوافاة شوح منبود ثالثا إنما الأهمال بالنيات ولكل مرئ المنا وإحنا كان شهر نيتنا في العالم يا ربي نحن نحب سيدنا رسول الله يا ربي يا ربي ونحب الاحتفال بميلاده يا ربي فاكتب لنا نية الاحتفال والابتهاج لأنه نور من عندك سيدنا رسول الله نور من عند الله بالAn Askedr النور ولكتاب إذن هذا النور والكتاب وهذا النور هو سيدنا رسوله إذن من لي السماوات والأرض ما تفتح لها المفتاح هذا الكون إلا بوجودي سيدنا رسول الله عن صدر بفسر له عنده عنده من اللي تعطاله مقام الشافعة الأعظم إنه يردك من جهنام تكون غالي جهنام يرجعك للجنة يرجعك مقام ديال من هذا من اللي جميع الأنبياء أعطاهم الله الدعوة الكبرى المستجابة اللي سيدنا نوح صلط بها الطوفان اللي سيدنا موسى قسم بها البحر وطحن بها في العون اللي كلهم الأنبياء يستعملوها في حق أمتهم وفي حق الظالم اللي تعدى على أمتهم والسيدنا رسول الله رغم العدب المبين رغم الجوع رغم الجرح رغم الفقر تصحابه رغم كل شيء ومحافظة على الدعوة اللي أعطاه طلب اللي بيولك شد اداخرها اداخرها لينا لينا وليكم اداخرها في العاداب بسا تكون عندك كارد فيزد عاد كوميسير عاطك عاد كوميسير البوليس كارد فيزد ديون المرزق كي شدك بوليسي قطعيط لك الكوميسير لديك الساعة كي تقول له اداخرها باعد البوليسي يشاديني في الرمب ولا على الحمباك شدك عاد كوميسير اداخرها وسيلانسون الله عنده الخط المباشر مع الله ما ادلو في اللي طلب الدار والملائكة الكبار جبريل سرافيل وعزرائيل وميكايل مسخرين بربعة والجنود الملائكة اللي خلق الله معاهم قيدل موه وضربوه في الطائف وقلقوا عليه الكلاب تقلقوا عليه الدريس الصغار قيدل موه بالحجر وصيلوله دمه ورجلوه والدفال وكل شي وحاني راسون وهازين دوت يقول اللهم اخرج من صلوبهم وناس انتو حبوهم ويحبونا يا ربي لما اخرج من الصلوب دياله الناس هادو وناس يحبوهم ويحبونا وصير دبل الطائف وشوف دبل المسلمين في الطائف كيفاش يحبوه يا رسول الله الدعوة تتجباته ومعمره آدة بيما نحتافل نحتافل ب بيزعبولي نحتافل ب بشكامبي نحتافل ب ب ما عرفش غا نقول إلا ما احتافلناش بسيدنا رسول الله أو تقول الله ما احنا مؤمني واللي قل لكم شي كلمة وقل لكم شي حاجة عارفوه يا جوج هو واحد من جوج يا جاهل يا خديدين الجاه الله يفقه نخديدين الله ينعله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة